سلام تولمون ان شاء الله تكونوا بك بخير لنجدكم فيديو جديد فيديو تالي كما قلتوا في العنوان يحكي لكم على فن الشراء اللي احنا هضرو عليه بطريقة بسيطة وثاني ندرنت لكم فيديو على القضية نتا الاسبوع الثاني ان شاء الله يجبكم فيديو نبدأ وكل عادة لا تنسونيش بالجامعة وكما انتم ما تدعموني هذا هو اللي حي يحفزني كتر وانتمنى انكم تصلوا وتسلموا على رسول الله قبل بداية الفيديو كما كنت شوفوا بديت لكم فيديو من حديقة بيتي اظهاري يعني كما نقول دايما ما كاش حاجة شبا قد الواحد ينود مع اسباح ويشوف هذا المنظر الطبيعي سبحان الخالق يعني واحدة ما تشبه الواحدة كل واحدة وريحتها كل واحدة ولونها يعني فغيما منظر روعة نتمنى كل واحد هكا يدير في البيت التاع وهكا اظهار لانه ما تعطيكم طاقة ايجابية بزاف ما تيماجينيوش انها فغيما تنقص عليكم الضغوطات ويحب يغرص ويحب الاعتناء بها انكم تعتنو بشخص يعني تحسو حكم تعتنو بحاجة هكذا فغيما نتمنى كل واحد هكذا يدير لو كان برانت صغيرة في بيته حتى دوك اللي عيشوا داخل بيوت دا بديو نتقاسم معاكم يعني داخل اه يعني داخل منزل نحاول دايما نتقاسمها معاكم اه هنا كما كنت شوفوا بديت الفيديو اه مشترياتي كنت دخلت اه يعني هنا كنت اه هنا كما كنت شوفوا اه نحاول اني دايما نتقاسم معاكم نقضي الخضر على اه بس كي بزاف يقول لك نسحقوا مبارة مالية كبيرة باش نقضو كيفا هكا دايما اذا روحتوا المرشيات يعني خلكم ترفضوا بذيو تحبات اه هكذا يا الحساب العائلة تعاكم والحساب انا الخيار تجون شي راس شلادة يعني الخيار هادك اه كل مرة باش نبدل بارك ديفو ندير شلادة تاع خيار ديفوة زرودية ديفوة على بيها نرفضل على الحساب انا وش حال حنستعمل كي عندي اطفال يحبو بزاف يعني ليسوب وقدر ابيها نكتر لفت زرودية هادو الخضر بس كي يديروه بزاف ليسوب يعني حاجة لي ما نحتاجهم مش بزاف ما نشريهم مش بايز من قبيعة مشتوم عندي حاجة فيها ما من اطفال ما يحبوهاش بزاف يعني ما نستغل لا ما نشريهاش اه غير كي تكون معلومة جديدة هكا كفال تكون فغيمو شابة ولا باش نديرها سلاطات اه نخلطها مع الروز ولا في الماسدوان ولا نديرها سلاطة يعني نغليها ونديرها سلاطة جبزة بنينة اه يعني فغيمو ما ما نستعملهاش بزاف يعني دول حاجات لي نحاول نديركم بعض النقاط اه من حاجات لي اساسية اساسية كما البطاطا والبصل والتوم هادو لا غناء عنها يعني هادو حاجات اساسية ما نقدروش تستغنيو عليها في القضيان دينا وما لغوز ما كما قلت لكم بطاطا عودا طلعت في البريديال ها يعني انا دايما فيدك تهبط تطلع كل جهة كيفاش حالي عندكم انا شيتها ومي سنك للكيلو هناك دايما نقولكم نساشية هادو ما اه بزبزف هاينين اذا كانت عادكم خودار هاكا ما تدخلوش ساشي اللي تجيبوه من المارشي ديناكتموه في الدلاجة يعني حاول انكم ديرو في هادو اللي باكي فغيمو الخودرة متفسد لكم مش تقعد لكم هي هي بالنسبة لي شافوا معي فيديو الماضي كي درت لكم طماطش مقلوبة هكا على وجهها اه يعني تحطوها باديك الطريقة فغيمو نصح ما فيسدد شو شدت ووقت اه لبس به اه يعني خر مني درتها فساشي كي درتها مقلوبة هكا وحطيتها فغيمو اه هنا كي ما كنت شوفوا بالنسبة لله اللفت نحولو دايما هادوك الزيادة اللي فيه يعني هيا هي تخليه يفسد فاسي المو توجه نحولها هادو الخضر اه كي ما كنت شوفوا هادو نحوكه اه وخبوها اه كي ما قلت لكم كنت شريت هنا ياشي يزود ياشي يالفت اه خيار صلاة بطا تابصل اه هادو زوات نوك داكو على بيلكم دايما اه حاولو انكم تشرو حاجات اللي تاكلوهم وتستعملوهم يكفوكم هادوك الأسبوع سيتو دا كنتو من قاعدة اللي تشرو اسبوعيا بالنسبة للعباد اللي يشرو اه بالنسبة للعباد اللي يشرو كل 15 يوم راح يكون يعني لكون سيتيتو جوغ طالباطاطا والبصل زيدة اه بالبزاف لانهم بشد لكم هادوك اللي كان زوجوه انا دايما قط لكم ديفو الخضر تقعد لي مالبصل والباطاطا هما اللي خلاصوا دايما شاك سوما نشري بالنسبة لل اه اول حاجة والاساسيات باش تكونوا تتعلموا الفن تعشيره انه منازيكوه عندكم دايما في البيت جدول اه كارني هكا دايما فيه كلش كيما شتوني انا كد دايرة معكم كارني دايما نتقاسموا معاكم دايرة فيه حاجة اللي تلقى بداخل جدول اكل دياني تلقى تانيك اه جدول المشتريات لي اه كلش هنشريهم يعني اساسيات وولادة على بيت الخزين تانيك الحاجات اللي يعني حطيتهم في بيت الخزين وحاجات اللي هم نقصيني تلقوني دايما كاتبتهم وتانيك حاجات الحاجيات اللي نسحقهم العائلتي يعني حاجات اللي احنا نشريهم نكتبهم توجوه هكا فغيم ونسحقهم اه عندي الاهداف القريبة اه كيما اقول الاهداف قريبة المدى والاهداف البعيدة المدى هادوك الاهداف كي نكتبوهم دايما دايما حيحفزونا انه نحقوهم يعني حفزونا دايما باش نتفكروا الاهداف داعنا على الادخار دينا الكبير وتانيك تاهدافنا كي ما اقولوا شحيحة دينا ولا بعض يعني هكا بعض التحديات البسيطة لنديروهم من اجل اهداف بسيطة تانيك تلقاوا الفواتير التوعية التمال اضريفات تانيك التقسيمات في الكاغن التاعي تلقاوا يعني تقسيمات المعتمدة اللي جربتها اكون نوريلكم تلقاوا بلي معظم تقسيمات اللي جربتها من اللي بديت نتعلم القسم المصروف يعني تلقاوا من المصروف اماسانا هكا بديت التقسيم الاول اللي بديتو وكيفها تغيية هادي هي الحاجة اللولة هنا كنت تقسمت معاكم كبدة الجاج مع القلوب بحنديرها نشرملها نتقسم معاكم الوصفة لحط هاكم مكتوبة هكا ومعنتو اني نفهم فيكم وبيانتشو يكون عندي كونطغية داخل كاغن التاعي هكا باش نعرف التواريخ المناسبة ليح تكون في ذاك العام ولا في ذاك الاشهر هكا باش نحط حساباتي بالنسبة لعبولة رمضان بالنسبة لدخول مدرسي ولا ايضا بالنسبة كما قلت لكم العام الجديد ولا الاعياد هكا باش واحد يحط حساباته يعني حاجة تانية تاني كاني نحدد كل شهر ميزانية المصروف الهفاوات يعني دفاكي حاجة نغلط ولا نخرج بزاف على المصروف التاعي نكتب وينغلط وين رحولي بزاف تراهم هكا كيلي يعني نحاسب روحي هاي بالطريقة هادي نعرف وينه الجيهة اللي تديلي بزاف تراها ونحاول اني يعني نركز عليها كتر هكذا باش شالي من هيه نعرف كيفها نصرف هذا الدفتر جد مهم على لانه اذا رحنا نقضو ما كنش هدو النقاط قاعوا بدينا نصرفوا ما كنش حاطين قاعدوا النقاط في جيهة وحدة يعني هكذا كتبين فيها كلش ما نعرفوش كيف رح نقسمو شهريتنا وين هنحنحطوها وشن هما الحاجة يجونا في ذاك الشهر تانيك لازم نديلهم حساب انا بينا نقول لكم الدفتر والكتابة جد مهم انكم تحطوا رؤوس اقلام في دفتر معين وتحطوا قاعدوا حاجات هادي جد مهمة حاجات تانية انكم تكتبوا الاساسيات بايكتب انا يا في الدفتر قلت لكم عندي الحاجات اللي نشريهم يعني يا اي حاجات اللي قاعدوا عند السوبيلات اللي قاعدوا نكاتبتها وبعد انا نحكم في الكاغني نحكم ورقة خريجية ونبدأ نكتب حاجات لقاعدوا اللي نعبني اللي ما زالهم عندي ونكاتبتهم والحاجات اللي اللي لازم نشريهم خلاصوا لي... هكا نكتبهم نبدأ بالاساسيات نكتبهم وحدهم ونبدأ بالتانويات الاساسيات كي نروح نددي المبلاغ المالي ديالي ونروح عند تاجر الحاجة اللي هنجدها ان ينطلب منه غير الاساسيات فقط نخلص اساسيات اللي تمها بش نعرف للصوم اللي خرجت فيها نقعد نشوف الباقي تاني صوم ديالي لانه هكذا ما نطحش في اني نشي تنويات ومبعد الاساسيات نولي نقص يعني فلاكاس نولي نقص الحاجات لي اه ما نشعر فانايا اه شريتهم ولقيت دراهمي زايدين وانا ما عنديش مبلغ كامل نبدأ ننقص الحاجات الاساسية واخلي التنويات نو هكا كين نشي الاساسيات ونكون دامنا بلي هدو ومال حاجاتي نسحقهم راهم سيبون وجدين والمبلغ المالي هذا يكفيني الباقي داك المبلغ المالي اللي قاعد لي نقدر تم نخطف حاجات تانوية حتى دا ما كنتش قاع هدو حاجات التانوية بصح ما عليش منكون اموها شريت بعض منها ما الاساسيات كي ما اه اللي دايما نكتبوهم لكم من الزيت من الفانينة الطقيق اه الطماطم الملح السكر هدو حاجات يعني لازم يكونوا في كل بيت هدو هما دايما دايما اكتبوهم في ورقة حطوهم بالضبط حد تسحقو وبدو شو خاصة خاصة نشو اه الفيتامون على شهر بالنسبة للعباد الي شروو اه من شاكو اسبوع يعني شو شاس حقو هادو كتانيك اللازم عليهم انهم يبدو بالاساسيات لانهم اذا خرجوا هدو خرجوا بها اه اذا كحوشرو بعكزون ناطقون ميتر اذا شرو شكولاتا قتني وشروو شيا ووشئو شئو اي شجا ككونزيا ودو عفاس هدو متين نافلوني راحت هذه هي حبيتنا اضلكم وهوما ماذا ما شروا شبايكزون في الدار ما عندهاش سكر ما عندهاش الفارينة ما عندهاش الزيت ما عندهالو هكراهي صرفت الميتين وقعدوا لها غيميتين واشيح يجيبون لها باكو تكون تبدأ في الأسبوع الأول هادوك يقسمو شاكس من كاتميدينة يعني ربعمائة الف هادوك لازم عليهم انهم ربعمائة لولا هادوك يشروها أساسيات بعد في الأسبوع اللي ملهيها يبدو يشوف الحاجات التانوية تبايزون من مواد الحلويات لها غالب كما كنت تشوفوا بالنسبة للشوكولة هادوك تعدادة ولا تقريب 40 ميل يعني عربية عربية وشان نهتر عربية نقول لكم ولا تمنح حاجات التانوية نعتبروها تانوية لأنه الأساسية ولا تغالية كما كنت تشوفوا بالنسبة للأروز بسمتي ولا 48 ميل يعني 40 ألف الكيلو هادوك تعد ميزاني كمفامين دا القفزة ولا 400 ميل بالنسبة لحاجات بزاف طلعوا في الخيطة حوم الحميصة حاجات بزاف رغم غير يزيدوا ودوك يبدأ الدخول ما دا سيبدأ فصل الشيطات الصح يعني بدأ الخري بالنسبة للحى في الفيديو القادم ان شاء الله نعطيكم في الدفتر جانب كيف واحد كنت كتبت في لالي ستاني الأشياء نشرهم ونشره لكم كيفية القضيان ديالي كيفية بدأت بالأساسية ما يضع لي ونعطيكم مثل المثال الصغير حتى يعرفوا بإدراحات وينهما يروحوا وتعرفوا في القضيان الحاجات الأساسية لن يعملها حاجات التانوية هذه نحن نقوم عليها حاجات أساسية لاحية شغال يا قد الحاجة التانية مواد التنظيف تانيك عنده ميزانية خارجة حاولوا تخرجوا ميزانية المواد التنظيف على ميزانية كشنقوكم على ميزانة المواد الغذائية لانه مواد التنظيف تدي ميزانية اه كبيرة يعني اه لابخوشان فو ان شاء الله احط لكم كيفه اه تقدروا انكم تفزدو غال ميزانيات داكم ببعض الافكار هكا وبعض المشتريات اللي قد نفست لكم ميزانيات شهر كامل نيوم اعطيتها لكم على شكل رؤوس اقلام يعني حاولتني نعطيكم توجدو الدفتر تاكم على طريقتي يعني تحطو في كل حاجة قالي فاكتو قالي الحاجة تتحقوهم اه مشترياتكم اهدفكم كما قلت لكم فيها كعون ضغي فيها جدول كلش الحاجة تتحقوهم بيت الخزين اذا حبيتوا تديرو حاجة لكم خزينهم شيحة ديالكم الادخار ديالكم اللي كنت نقصو كلش هالحاجة تتحولو تحطوهم ولا في الفيديو اه القادم ان شاء الله في الفيديو القادم ان شاء الله نحاولو ان اه نحط تعطيكم اه بطريقات الطبيقية وش اه قدرنا نشرو والحاجات اللي غلطنا فيهم هكا باش اه ناخدو افكار من بعد من تجاربنا مع بعض اه كما شفتو اليوم اه هالك الكبدة بكمية صغيرة يعني اه كنت قاسمت معاكم في في جدول اسبوع اه الاقصادي تعال الاكل اه في الفيديو الماضي واليوم حطيت معاكم اه الوصفة اه يعني ديالي باش نقول لكم بلي اه بكمية قليلة هكا تقدروا يعني وجبة خفيفة ان شاء الله الفيديو تالي يمكن اعجبكم من هناك كل حقا لنهاية قلكم سلام